يا ليلة العيد أنستينا يعني بجد من أحلى الأغاني اللي غنتها سيدة أمو كلسوم ومع أول أعلان لليلة العيد وعيد الفطر المبارك وسوت الست أمو كلسوم تدخل البهجة كل البيوت المصرية ربنا يجعل هذا العيد عليكم وعلى مصر وعلى الأمة الإسلامية بكل الخير واليمن والبركات ويكون على كل بيت كده بإذن الله في بهجة وبركة وخير طالعين من شهر كريم كده ربنا بجد يدخل البهجة عليكم جميع أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك وأن اليوم الخميس هو المتمم لشهر رمضان المبارك واستطلعت دار الإفتاء المصرية خلال هلال شوال لعام 1444 هجريا بعد غروب شمس يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريا والموافق 20 إبرير لعام 2023 ميلادية وذلك بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية وقد تحقق لديها شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1444 هجريا بالعين المجردة وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضا كل عام وأنتم بألف خير وأول ما بتسمع الابتهالات الله أكبر الله أكبر تحس كده البركة والخير وإن شاء الله يعم علينا جميعا وحضراتكم بألف خير في كل مكان موجودين في مصر النهاردة اليوم كان يوم هادئ الناس بدأت الأجازة وطبعا الوقفة والسافر والرحب أهله وصواني الكحك والبسكوت والفرحة والبهجة والأطفال والبلالين والشوارع المخرج بيقول لي معادحنا طبعا الإعلام دايما الناس بتشتغل طول الوقت لكن خليني أقول برضو لكل الزملاء اللي بيشتغلوا اللي حيشتغلوا النهاردة وبكرة وكل الأسبوع لأن إنتوا عارفين الإعلام عامل زي المكينة اللي مش ممكن تتوقف أبدا لأنها في خدمة مشاهد كريم كل اللي نقدر نقوله يا ليلة العيد أنستينا وإنتم كمان حتأنسونا في ليلة عيد نتكلم وناخد وندي مع بعض كل سنة وإنتم طيبين